راديو دابنغا أهلا ومرحباكم مستمعي راديو دابنغا العزاء ببرنامجنا اليوم الاثنين الموافق 9 مايو عام 2022 برنامجنا يجتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية سنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عنوينها مقتل وإصابة 11 شخص في أحداث متفرقة بولاية جنوب دارفور مقتل وإصابة العشرات في نزاع قبلي في ولاية سننار ومحاموء الطواري يتهمون النيابة بالتسدر على القتل من القوات النظامية إنعيقات وشكل الملتقى التحضيري للحوار بتسهيل من الآلية الثلاثية والمؤتمر السوداني يرفض وحزب الأمة يعلن دعم الملتقى لجنة المعلمين تطالب بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية واستهداف حقل بليلة في غرب كردفان بغزيفتي أر بي جي والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربع آخرين في معسكر كلمة بولاد جنوب دارفور في هجوم من مسلحين يستقلون عربتين على ملعب لكرة القدم مساء السبت وقالت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إن أربع أشخاص قتلوا وأصيب أربع آخرين بجروح في المعسكر في هجوم من قبل مسلحين يستقلون عربتين لاندو كروزر ربعية الدفع وارتدون زي الدعم السريع من جهتها قالت لجنة أمن الولاية إن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء هجوم مجهولين يستقلون عربتين وإنها شكلت غرفة طواري ومعلومات للقبض على الجناء وأضاف حد ذوي الضحايا في هذا الخصوص قتل أربع أشخاص يوم الجمعة جنوب منطقة أبو سلالة بولاد جنوب دارفور في هجوم بعربات تحمل دوشكات وآليات وعتات حربي وأشار مواطنون إلى مقتل شخصين واختطاف دالد بجانب عربة بكامل مقتنياته وجرح آخرين على طريق نيالة تولوس يوم الخميس كما شهدت ذات الطريق ثلاثة حوادث مماسلة في شهر رمضان أدت لاختطاف عربة وإصابة خمسة ركاب ونهب مقتنياته من جهتها أعلنت لجنة أمن ولاد جنوب دارفور تشكيل قوة لتأمين حركة المركبات من نيالة إلى مدن المحليات الجنوبية وكذلك تشكيل قوة من عدد خمسة وثلاثين عربة مقاتلة بغرض تمشيط كل مناطق الأحداث بالمحليات الجنوبية من جهة أخرى ادعى حزب المؤتمر السوداني بجنوب دارفور إلى وقف احتجاجي أمام صينية المحكمة العامة في نيالة اليوم تضامنا مع ضحايا مجازر كرينيك والجنينة وضحايا معسكر كلمة للنازحين قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في نزاع قابلي بقرية الدبكرة بمحلية سينجا بولاد سنار يوم السبت وأفاد ناشطون في سينجا راديو دبانغين الاشتباكات وقعت في قرية الدبكرة التي تبعد حوالي سبع كيلومترات شمال مدينة سينجا في حوالي الواحدة من ظهر السبت وأدت الاشتباكات لمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من الطرفين وجرح أكثر من عشرين آخرين ثلاثة منهم إصابات محرقة نقلوا على إسرها إلى مستشفى سينجا وأخرى إلى الخرطم لتلقي العلاج جدد حزب الأمة القوم دعمه للآلية السلاسية والملتقى التحضيري المقترح وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي إنه أجاز بالإجماع رؤيته التفصيلية بشأن مكان وزمان وأجندة وحضور الملتقى مؤكدا إنه سيزعى بقوى للتوصل لموقف موحد لقوى الثورة بدءا بتحالف قوى الحرية والتغيير ورهن الحزب الحل السلمي المنشود بتهيئة الأجواء عبر خطوات عملية ملموسة مشيرا لاستمرار حالة الطوارئ واقتصاز المعتقلات بأعضاء لقانا المقاومة والناشطين واستمرار قوات النظام في القتل العمد للمتظاهرين بصورة بشعة وأكد إنه وقف هذه الانتهاكات ومسائلة مرتكبيها لوازم مطلوبة لأي عملية سياسية ذات مصداقية عانا حزب المؤتمر السوداني رفضه ضمن تحالف الحرية والتغيير مقترح الاجتماع التحضير الذي سوقت له أطراف من الآلية الثلاثية وأوضح في بيان إنه الحزب لن يكون جزءا من أي عملية سياسية لا تفضل إنهاء الوضع الانقلابي وكل ما ترتب عليه وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة وأوضح إن الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطي في تعريف طبيعة الأزمة وتحديث أطرافه وقضاياها ويشرع حجج الانقلاب التي يريد من خلال إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته وأكد في الوقت نفسه إنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية في ظل استمرار قتل المتظاهرين السلمين والاعتقالات وحالة الطوارئ وغيرها من الممارسات الاستبدادية أعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بولاة الخرطوم والتوقيع على مساق تأسيس سلطة الشعب يوم الأربعاء المقبل وقالت تسعة من تنسيقيات ولجان المقاومة بمدن الخرطومة الثلاثة إنه المساق يهدف لتجزير الممارسة السياسية القاعدية في كل بلادنا وإعلان حقبة سياسية عنوانا إنه الشعب هو من يقرر مصيره اتهم محمو الطوارئ النيابة العامة بالتستر على القتل من القوات النظامية في المواكب وأشاروا في مؤتمر صحفي إلى تحول حراسات الشرطة إلى بيوت أجباح ومعتقلات وإداء الثوار كأمانات وقالت المحامي الرحاب مبارك إنه أكثر من سبعين معتقلان ما زالوا في سجينسوبا وورسودان وربك ونبهت إلى وجود معتقلات سرية في مكاتب النيابة العامة وأخرى في الاستخبارات والأمن وتعرض المعتقلين للتعزيب والحرق والضرب المبرح والإزلال ونوهت الاستخدام سلاح جديد في المواكب يؤدي إلى كسر الأطراف وقالت إنه وضع العدالة في عهد الانجلاب أسوأ مما كان عليه في عهد البشير وأوضحت إنه قوات الاحتياط والقوات المشتركة تمارس أنواع التنكيل والنهب والسرقة والتحرش وأضافت رحاب مبارك في هذا الخصوص ظهر لنا السلاح من المواكب الفات واتأكد لنا من الحراق حد بر الأمس في إنه في سلاح معين بيستخدم لتكسير الأعضاء مجرد ما يعني يصلك يحصل لك كسر إياه في اليد إياه في الأصبع إياه في الرجول وطبعا نوع جديد عشان يستخدموه في مواجهة الناس اللي بيكونوا في الخط الأمامي من جهتها أكدت المحامية سعاد عبدالكريم المحامي الطواري وجود 21 معتقلا على الأقل في التحقيقات الجنائية الفيدرالية ببحري وأشارت إلى ترحيل بعضهم إلى سجن الهدى أحدهم أصيب بتشنجات بسبب التعزيب وقالت إنه معتقلي الموكب الأخير 25 تم تحويلهم إلى التحقيقات الجنائية بعد التصديق بالضمانة ثم يعادتهم إلى الجسم الشمالي كأمانة بدون بلاغات أو أوراق وأن أحدهم مطعون بواسطة شرطي فيما أصيب معتقل آخر بالإغماء وأضافت سعاد عبدالكريم طالبت لجنة المعلمين السودانين بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام المقرر بداية بتاريخ 11 يونيو لمدة 3 أسابيع وقالت في مذكرة لوزير التربية والتعليم المكلف إن الإضراب الذي نظمته اللجنة لمدة شهرين أثر على أيام التقويم الدراسي المعتمدة منذ بداية العام وأوضحت إنه بعض الولايات لن تستطيع أن تكمل المقررات الدراسية للصف الثالث الثانوي إلا بعد شهر من تاريخ رفع الإضراب وهو التوقيد المعلن لبداية امتحانات الشهادة الثانوية استقنفت الدراسة في مراحل الأساس والمتوسطة والثانوي في معظم الولايات بعد إعلان لجنة المعلمين رفع الإضراب الذي استمر لشهرين بعد تنفيذ الحكومة للهيكل الراتبي الجديد وأكدت لجنة معلمي جنوب دارفور في بيان متابعة تعديل المرتبات ليشمل العاملين بالتعليم الذين لم يتم دراجهم في التعديل السابق وهددت اللجنة بالعودة للإضراب في حال عدم الاتفاق على المطالبة السابقة المتبقية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف جنيه عالنت لجنة أسادزة الجامعات السودانية تعليق الإضراب اعتباراً إن الأحد شريط تحقيق بقية المطالب ومنها صرف المتأخرات بأثر رجعي وطالبت اللجنة في بيان بتكملة الهيكل الاستثنائي للوصول للهيكل الراتبي للجنة الوزارية بجانب لايحة شروط خدمة مجزية متضمنة جميع المطالب وقالت اللجنة إنها ستعود للإضراب مجدداً في حال التعند مؤكدة اللاحياد عن المطالب أعلنت جمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومي عن خطوات تصعيدية بسبب تجاوزهم في الهيكل الراتبي لأسادزة الجامعات وأوضح التجمع الذي يضم كل العاملين بكل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز والمستشفيات الجامعية إن وزير التعليم العالي لم يرد على مطرح اللجنة الخاص بتحسين شروط وأجور العاملين أسوة بالأسادزة وآلن التجمع سياغة مذكرة وتسليمها رئيس المجلس القومي للتعليم العالي لتنفيذ الهيكل المخترح فورا ويمهاله حتى الأربعاء كأقصى فترة للرد على ما جاء في المذكرة وقال المكتب التنفيذي للتجمع إنه سيصدر وفق جدولا تصعيديا اعتبارا من الخميس كشف تجمع العاملين في النفط عن منع السلطات للعاملين من الخروج إلى الآبار لممارسة مهام بعد محاولة استهداف معسكر العاملين في بليلة بغزايف RPG وأشار التجمع في بيان إلى رفع درجة الخطر في حقل بليلة من قبل جسم الأمن للمستوى الأحمر ونوه الاستمرار عمال التخريب والسيولة الأمنية بحقول النفط منددا بصمت المسؤولين بالوزارة واللجنة الأمنية الولائية وكان المسلحون أطلقوا قزيفتين RPG على معسكر بيترو أنرجي يوم السبت دون وقو خصائر في الأرواح أول معدات دعا والي غربي دارفور خميس عبدالله بكر الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على جميع المواطنين الذين يحملون أسلحة ووجه خلال زيارة قرى بوحدة أزرني الإدارية التابعة لمحلية كيرينك والتي شهدت مؤخرا صراعات قبلية بين التامة والعورة خلفت خصائرا في الأرواح والممتلكات وجه بفرض هيبة الدولة ومنع الظواهر السالبة فيما يتعلق بمنع حمل السلاح والدراجات النارية كما وجه اللجنة المكلفة لاحتواء الأزمة القبلية بين التامة والعورة والجلوس مع الطرفين ورفع تقرير في غدون 72 ساعة لنزع فتيل الصراع بينهما وأضافي هذا الخصوص الخبر الأخير في النشرة نظمة لجان مقاومة ودمدني صباح الأحد وقف احتجاجي أمام النيابة العامة مطالبة بوقف نزيف الدم في منطقة كيرينك بولاد غرب دارفور وبعموم دارفور كما طالب المحتجون بإطلاق صراحة المعتقلين من الصوار من جهة أخرى قرج مواطنون بالبرجيك في الولاية الشمالية في مواكب نيلية ضد الانقلابين وتضامنا مع المعتقلين استمعنا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الخبار القدمناها لكم من راديو دابانجا وإلى اللقاء